عشر سنوات من المغاناة لأخذ غشرة عائلة تغيش بمزرعة تابعة لبلدية أولاد إبراهيم بيسعيدة عزلت تودن وتهميش إضافة إلى الروائخ المنبغتة من قنوات الصرف السحي ما زاد من مغاناتهم ترى الفيرما التي نسكن فيها، هذه كانت مركز للتعذيب عذبوا فيها باتنا وجدودنا، واليوم نرى أننا نتعذبوا نرى أننا عشر حالات فيها الفيرما، لا مغ، لا ضوء، لا قاز وهذا حبس راح بيطيع لنا، راح كل عام طيح من نهجيها، كل عام طيح من نهجيها الي جاء الريح مانا في خير، الي جاء النو مانا في خير، عدنا الضيق هذا قالوا كان حبس بكري، كانوا يصوتوا فيه ويعذبوا فيه وإحنا اليوم راح نساكني فيه، راح يصوت فينا البرد، يصوت فينا الثلج، يصوت فينا كل حبوبشنا في هذه السكنة لم يجد سكان المزرعة التي تعود للحقبة الاستعمارية والتي صنفت من الآثار سوى إغادة اللجوء للجهات الوصية، التدخل جراء استمرار مغانتهم سيد الوالي، الولاية يشوف فينا رانا مغبنا في هذا البني الذي رانا فيه، هدا بني قديم ورانا فيه هربنا له، ما لقائنا شوين، ما لقائنا لا با نكره ولا با نشره السيد الوالي، إحنا الي قير سنونا لجنة مختصة وجي تعيين هذا المكان هذا إحنا لعم ديرينه باللي رانا في الخير، ها هو الخير اللي رانا فيه، راح عندي محضر من عند الحماية، بلي هذا السكنة راح عن غادي الطيح قاطنو المزرع يطالبون الجهات المسؤولة التدخل العاجل لوضع خد لمغاناتهم التي طال أمدها